دي جانا لحضراتكم مرة تعنيا وبرحة بضيفي لمنورني النهاردة في الستوديو الكاتب محمد المشد والحقيقة إنه الكاتب عنده خمس روايات اجتماعية وإحنا النهاردة بنتكلم معا عن أحدث إصداراته وهي رواية جريمة عاطفية أهلا بيك يا محمد أهلا بيك منورنا وكلمة جريمة عاطفية دي تخض تخض يعني إنه الحقيقة فيه جرائم عاطفية كتير بس إحنا مش عارفين الجريمة في أنه مكان أو في أنه اتجاه بالزبط كده اختيارك للعنوان أكيد كان يعني عليه عامل كبير جدا من أن أنت تفكر إيه الحاجة المناسبة للي أنت كتبه ليه كريمة عاطفية وليه كررت أن اسم الرواية بتاعتك يكون جريمة عاطفية كان الأول كنت بكتبها باسم جريمة لا يعقب عليها القانون في جرائم كتير في المجتمع ملاش في القانون يعني جرائم في البيوت جرائم بين الأشخاص فالقانون ملوش تدخل فيها لما عادنا معذر النشر وعادنا نفكر أكتر فطالت جريمة عاطفية تبقى جريمة عاطفية تشد أكتر يعني أكتر احكي لنا عن الجريمة بتاعتك وحكي لنا عن بطل روايتك وحكي لنا عن الحكاية التي طرحتها من خلال آخر إصداراتك يعني الفكرة هتبدأ بأننا الجرائم متعودين هنا في قتل في حاجة جريمة بس أحياناً بيكون فيه جرائم إنسانية وليها علاقة بالمشاعر وليها علاقة بالإنسانية بشكل عام وليها علاقة بالعاطفة والعواطف زي ما أنت سميتها كده جريمة عاطفية بس أكتر دي غير الجريمة المادية التانية اللي بتتنفذ يمكن كنت بقارن دايماً ما بين لو واحد سرق وتقفش في سرقة كبيرة فهو عمل جريمة السرقة طيب اللي أنا بقى بناقشة في الرواية لو بنت خطفت راجل من أمه فدي جريمة من نوع إيه؟ يا سرقة سرقة يمكن أكتر من إن أنا مثلاً أسرق موبايل حضرتك أو أسرق حاجة خطفت راجل من أمه بمعنى إيه؟ يعني خطفته طفله ولا بنت خطفت راجل كزوج يعني كزوج كزوج أه طبع شوفنا النمازج دي كتير كتير اللي بتأسيه على أمه يعني تقصد كده النموذج دي؟ بسرقة كده آه فسرقت راجل كبير من أمه بعد مكبرته فهو اتسرق فأنا كان بالنسبالي لو قدامي لو أنا قاضي يعني أو قدامي واحد سرقة مثلاً لابتوب واحدة سرقة راجل من أمه فأكيد عقوبتها أكتر يعني هو الاتنين سرقة مفهوم طبعاً فده اللي أنا كنت بحاول أنا أقشه في الرواية آه وده شكل من أشكال الجرائم العطفية أو شكل من أشكال الجرائم الإنسانية أسرة مقطوعة آه لا لي عم ولا خال هو معاه أب وأم أنا فين عائلتنا آه لا ملكش علاقة بيهم آه إحنا في بلد غير بلدهم فالشاب ده بيكبر وهو عنده السؤال ده اللي هو أنا عايز أوصل للعيلة بتاعتي أو هو فيه ذكريات في طفولته إن كان فيه ذكريات حلوة بينه بين جدته وبينه بين عمامه لكن اختفوا صحف يوم من الأيام لقى والده والدته مسافرين في محافظة تانية فلما بيكبر بيبدأ يعني بداية الرواية كلها إن هو بيتجوز بيكتشف سر مراته مخبية اللي هي عروسه لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم فيه جريمة بيكتشفها فيها عشان يعالج الجريمة دي مطالب منه يلاقي عيلته فهو قصاد إن هو عايز بيته يكمل هو لسه عريس وبين إن هو عشان يحل ده محتاج يرجع أبوه لجدته اللي هو فريقه فما بين الجريمتين دول بيكتشف بقى اللي هو إيه صراعات كبيرة قوي ما بين إن هو بتكلم إن هو مثلا هل فيه أي سبب من الأسباب يخلي ابن في يوم من الأيام يهجر أمه ويضنطع عنها 15 سنة فدي كانت يعني الرواية نفسها فبيبدأ إن البطل هو شبه عايز يكون واصي على أبوه هو شاف غلط أبوه وعايز يوجه أبوه للصح وفي نفس الوقت هو أبوه فمش هينفع يجي يصطدم معاه لو أنت راجل غلط مش هينفع تقوله كوالده وفي نفس الوقت هو أبوه عامل جريمة وأبوه يعني أنا في الأول قلت إن فيه واحدة سرقت ابن من والدته من والدته بالصف الأصل ما فيش حد بيتسرق يعني هو لو الإنسان مش عايز يعمل الغلط محدش يساعده علي صح ده أنا مؤمم كده صح لو ما فيش واحدة خطفت راجل من أمه أو العكس ما فيش واحد خطفت بنت من أمه لأ هو الإنسان لو جواه خير هيعرف يعمل الخير صحيح هو عاجبه الشر فبيلاقي حد يساعده فبينجرف معاه بينمشي في الطريق إن هو يرجعهم لعيلتهم فهيعمل إيه في نفس الوقت مش عايز يجرحهم مش عايز يصلح غلط بغلط وهو شايف إن أبوه مش بيبره أمه فما ينفعش هو بيصلح لأبوه يخسر أبوه ويبقى هو بيأذي أبوه بالضبط فكان الصراع كله مش فكرة بقى صراع اللي هو الجريمة اللي هو المحقق والبوليس لا هو أشبه بالمحقق والبوليس بس في إطار البيوت اللي هي حاجات مقفولة وحاجات تقريبا اللي هي في بيوتنا كلها يعني اللي هو ده متخانق مع أخته ده مع والدته وأسباب كتير ياوي لأ دي قصة معقدة جدا جدا والموضوع إحنا عايزين نقول إن هي قصة حقيقية بالضبط قصة حقيقية يعني هي قصة فعلا وإحنا بنشوف النماذج دي في حياتنا بشكل كبير يعني أحيانا طبعا يعني ما نحبش نشوفها بس للأسف إنها موجودة إحنا نتكلم عن يوسف يا محمد في الماضي يوسف ابتدى إمتى يحس إن فيه حاجة غلط مش ركبة معاه أو مش مشية معاه إمتى حصل للي يوسف التحويلة دي هو التحويلة بدأت وقف منتصف العشرين يعني هو شاب عنده 27 سنة لكن إمتى حس بالغلط هو كان عنده 9 سنين وفي بيت جديته وبيت عيلة صحي الصبح الفجر لقى والده بيقول له يالله إلبس ومشيه والناس نايمة فهو في زهنه المشهد ده فضل مش مفرقه اللي هو أنا والدي صحي الصبح مشاني فمن هنا حس فيه حاجة غلط لكن إمتى بدأ ينكش لأي بداية الرواية اللي أنا بدأ فيها إنه هو قرر يوصل لعنوان جديته وإنه هو حتى مش عارف كان في أنه محافظة يعني هو طلع لقى نفسه في القاهرة طيب إحنا كنا في محافظة إيه كان هو طفل فمش عارف لأنهما كان كمان عايشين في دولة بره مصر فهو إني حدد كل الأسباب اللي تخلي البطل مش عارف فين عنوان جديته فكان ده بالنسبة له أصلا خطة بحث إنه هو عمال يدور عشان بس يوصل لطرف الخيط الجد ههوصل لها إزاي وجديته دي كانت مامة بابا ولا مامة مامته مامة بابا مامة بابا مامة بابا كان إيه دورها في الرواية عندك مامة بابا وضحيت له مامة بابا قالت له الحقيق مامة بابا حاولت تخبي عنه لأ هو كان الأمر صريح جدا بالنسبة لها لأنه هو بيكتشف الآخر إن والدته افتعلت فتنة كبيرة جدا فبقت الأم اللي هي الجدة يعني شايف الموضوع بشكل معين والأب اللي هو الابن شايف الموضوع بشكل معين وأمه هو شايف الموضوع بشكل معين اللي هي دي حكت عليه فيه أصلا بالضبط كان من البداية وإن هي كان شايف يعني هي كان منطقة هي كان عندها مرض نفسي حب التملق جدا فمش عايزة حد ياخد جزهة منها يعني هم تجوزوا في غربة فعاشوا سنين فلما رجعوا الوطن بتاعهم مصر فلاقيت إن جزهة لي أم لي أخ فبدأت هي تعودت إن هي إيه كل حياته اللي هو ده ما نفعش حد يشارك شايف حد يشاركها فيه فكان ده الدافع بتاعه فهو كان بيحاول يعالج ده كله وفي نفس الوقت وممكن ده ناس كتير اختلفت معايا فيه لو واحد اكتشف إن أمه مجرمة بس هو في الرواية كمان يعني بيكتشف ده كله بعد لما أمه توفت لا الأم أم البطل فهو بقى بقى بين نارين نوع صارح والده أنا والدتي كانت عاملة واحد اثنين ثلاثة ولا يصلح ده كله ويسطر على أمه اختار إيه يوسف نقرأ الرواية نقرأ الرواية بقى فعلا آه كده حرقتها كلها طيب إحنا عايزين نشرح شوية للمشاهدين يعني أنا عارفة قصة وإنت عارفة قصة بس يمكن يكون الموضوع مختلط شوية بالنسبة للمشاهد دلوقتي إن الأم خبت على الولد إيه أنا عايزاك تشرح بالزبط قصة الرواية لأن الأم خبت على الولد قصة أبوه خبت على الولد عيلة أبوه على أساس إن هي برضو وده أعتقد جاي من حب التملك برضو إن هي عايزة ابنها يبقى ليها هي لوحدها فلغت تماما دور أبو لغت تماما دور أهل أبو وكأنه ملوش أب وكأنه ملوش عيلة أب والولد اكتشف ده بعد كده فأنا عايزاك تحكي القصة بقى أنت من وجهة نظر الكاتب ويمكن أرجع بها كمان خطوة وراء شوية ليه الأم عملت كده ودائما المشكلة حنا بنشوفها زهرة بس بيبقى لها جزور إن هي طلعت في بيت مفكك أصلا إن هي الأم طبعا من بيت وطلع عندها مشاكل بالزبط كده إن هي فكرة جو العيلة إن هو هي أصلا مش طلعة في كده في الرواية بحاول نقاش أكتر من حاجة دائما بنشوف شخص شراني هو ما فيش حد بيتولد شر هو فيه ظروف بيعد عليها طبعا هو الإنسان في الآخر يعني مش ملك الظروف أكيد بس أصلا ده هي بتأثر فيه أكيد فهي الأم طلعت في بيت مفكك فيه يعني مصايب كبيرة جدا فطلعت إن هي ما متصدق إن هي تلاقي حاجة ملكها هي حاسة إن هي في بيت مش في بيتها إن أمها مش أمها مشغولة عنها طول الوقت خايف حتى اللي لقيته ده يضيع منها بالزبط ما هي برضو ضحية مشاكل كثير اجتماعية مرت بيها بالزبط كده خايفة يضيق منها بالزبط كده ودي شخصيات يعني أنا عرفها شخصيا اللي هو وتيجي تتكلمي معها تقوليك هو كده يعني بنوصل لحتة طب واحد انت لاهتما انت كشخص لازم تحب أبوك وأمك ومراتك وابنك كلها علاقات لا تتعارض مع بعض لا هي شايف إن هو لا هو كده بنوصل نقطة هو كده اللي هو ملهاش تفسير هو شخص مش عايز غير كده فهو طلع في ظل الأم دي هو حتى يعني الرواية لما يتحرك هو أمه ماتت وهو طول اللوقت شايفها شخص جميل جدا لما بيشوف كواليسها وبيقرأ مذكراتها فبيبدأ يشوف الجانب اللي هو حتى حرقه في الرواية يعني هو محبش حد غيره يشوف مذكرات أمه فهو كنت دايما يعني لو ده الأم أم برضو الأم أم برضو ومهما كانت هي إيه ومهما غلطت في حقه ومهما هي أم في الآخر ما هو كان لازم يبرها رغم إن هي صحيح إنسانا سيئة جدا يعني هي تحمل من الشر يعني اللي ضمر أسرتين يعني بس في نفس الوقت ده اللي أنا كنت بسأله لأكتر من حد يعني أو ده النقط اللي جال يعني اللي هو هل الأم ضرت ولا ما ضرتش فأنا سألت سؤال هل هو يقدر يعالج الضرر ولا هل الأم لو الأم كانت عايشة وفي حد هتسبب بضرر فإحنا قدام إن هو والإنسان لازم يقول الحق على نفسه أو على والده أو على أمه لو وقف مسألة اللي هو في حياة أموت شخص لكن مسألة اللي هو كلام بيوت اللي هو في الآخر حكاية شوية حكايات كلها ولو ادارت وعدت خلهم يقولوا على الله يرحمها إن هو في الآخر طلع أمه وكأنها كانت ضحية وهما اللي مش فهميني بس هي ما كانتش عارفة وقتها أو ما كانتش حاسة وقتها إن هي كده بتأذي ابنها ما كانتش شايفة وقتها إن هي كده بإن هي بتلغي أبوه بإن هي بتلغي حياته بإن هي بتدمر مضي بإن هي بتحكيله حقايق كلها مغلوطة وكلام مش حقيقي ما كانتش حاسة إنها بتأذي ابنها الشراني بيبرر لنفسه أو المريض النفسي هي محللة لنفسها اللي هي بتعمله بالضبط يعني كان فيه يعني ست أعرفة جدا واخد منها جزء في الرواية هي كان لها ابن وبصم الشباك بيلعب على رصيف فنزل عربية خبطته مات فلما أبناءها اللي جمب عادي الأم دي أعرفة الغد الآن بقت ستة كبيرة كان ابنها يوصل لثالثة سنوي يتوصلوا هي المدرسة فهي وصلت إن هي عشان شافت ابنها بيموت فبقى هي عندها حالة نفسية ابنها لو ساب إيديها أو بالنسبة لها يموت فبقت هيئ دي إنسانة مريضة نفسية فلما بقى 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 سايبة أن هي تبني طفل طلعت طفل جبان جدا اللي هو كان في الثالثة سنوي اللي هو راجل كبير وموديها المدرسة كان ده كان زميل معاي فاللي هو دي تيجي تكلميها هي يعني مش متزنة فهتلاقي ما فيش أرض مشتركة بينك وبينك هتقول لك ما انت مش حاسة باي ما انت مش شفتش اللي أنا شفته فبنقف في نقطة اللي هو مفروض يكون شخص تاني واصي على الطفل إنه فيه حد مريض فما ينفعش بقى هو اللي بيبشره ودي جريمة عاطفية برضو زي ما انت قلت وزي ما انت سمتها لأن حقيقي الواحد أحياناً بيشوف ده بطرق مختلفة بزيزة بتبقى للأسف قصص مؤلمة جداً تفتكر الكاتب لما يقرر إنه هو يخود في القصص الاجتماعية والكاتب لما يقرر إنه يكون بيسرت حكاوي وحكايات اجتماعية تلمس البني قدمين وفي منها جرائم وفي منها مش متكلم بقى عن القصص الرومانسية والورود والكلام ده أتكلم عن قصص اجتماعية وقعية مؤلمة تفتكر يكون لازم يكون مر بجزء منها أو يكون عاش جزء منها على الأقل هو على الأقل يكون عنده تراكم خبرات تراكم خبرات فإنه هو هنلاقي مثلاً لو حد بيكتب من وحي الحقيقة لو هو صغير هتلاقي نظرته ومليانة ورود وفراشات اللي أنا مثلاً بكتبه من عشر سنين لازم يكون مر بحاجة يعني يا محمد ده اللي أنا أقصد أقوله الكتابة نتيجي الألم بالزبط النهار ده أنت عشان تكتب قصة اجتماعية فيها وفيها لخبطة زي كنت قدر أعبر عن ده لازم تكون هاش تحاجة على الأقل عشان تعرف تطلع الأحاسيس دي أكيد طبعاً فالقلاً دي حاجة اللي هو ما هو دايماً لما نقرأ الكتاب هتكتشف الكاتب اللي هو ما عندهش تجارب يعني لسه قادي الكتاب بقرأ فيه فقعدت حاجة إنه هو الكتابة بتقول إنه هو لن يتحمل الدنيا من لم يتحمل مرارة القهوة فانا سكت كده أهوة أهوة اللي هو دا انت جرحتك في السبسي شخصة بقى فاللي هو أهوة فيه مرارة أكتر من الأهوة يعني دالله أصولاً دا انت لسه الأيام خب يالك طبعاً دا انت لسه ما شخصيش عايز تقول كده بالضبط فيمكن الكاتب بيبدأ يكتب بجد بعد التلاتين مثلاً قبل كده بتبقى محاولات مراهقة حتى اللي أنا كاتب وأنا صغير اللي أنا بخرقه ياه وأعتقد ان كله لي علاقة بالتجارب برضو طبعاً لأن انت ممكن تكون إنسان سنك صغير بس مريت بتجارب فتبولتك في منتهى القصوة دي تجيب مرارة طول مريت بتجارب مثلاً في مراهقتك في منتهى القصوة دي ممكن تخلق منك كاتب في سن صغير بس عنده من الخبرات الإنسانية هي الخبرات والحياتية ما يكفي يعني اللي مش عند حد عنده خمسين سنة يمكن برضو يعني هي التجارب هي طبعاً الجزء الأساسي والسن برضو يعني اللي مر بتجارب كتير في العشرين هتلاقيه في التلاتين بقى أهدى شوية بقى مختلف شوية خلينا نطلع لفاصل ونرجع لك مرة تانية محمد يلا نتقابل تاني بعد الفاصل اتفضل بجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه مكمني لحلقتنا وبرحب طبعاً بديف اللي منورني في الستوديو مرة تانية الكاتب محمد المشد صاحب رواية جريمة عاطفية هم جرائم الحقيقة وأنا على المستوى الشخصي يعني أثرت في القصص وتحديداً مشاكل الأم وتأثيرها على يوسف عايزة تكلم عن شازة شوية شازة هي مرات البطل بالضبط كده والشازة كمان كان ليه أعتقد يعني نصيب من الجرائم حكي لنا بقى عن شازة هي الأول كانت الدافع للخير يعني هو طفل اتربى في أسرة يعني مالهاش عيلة حب واحدة في بيت عيلة فبقى هو حب العيلة بسبب خطبته أو اللي هي بقت مراته ماشي فهي كانت بتقوله لازم تدور على عيلتك وا 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 لما بيبدأ يعني شوف ان هي صورة الأمة بتتكرر في أشكال تانية آه شازة شخصية تكسك اللي هو الشخص اللي عايزك معاه على مزاجه آه وازعل وانت تجي تصلاحني ودايقك فتجي تصلاحني فكتام خبيعلي جريمة اللي هو يعني في بعض الحاجات لما يجي اتنين يشتركوا مع بعض في حياة لو ما اتفقوش عليها ما ينفعش يفاجأوا بعض بيه يعني ما ينفعش مثلا بعد ما حد يتجوز يقوله والله اصلا انا شايف ان العالم كفاية أطفال فانا حابب ان انا اتبنى طفل فالزوج شايف ان هو عايز يخلف طفل من قبل وكل ده ما كانوش يتكلمه فيه قبل الجواز قالت له سيلا ما جاتش سيرتها مثلا آه فده اللي قصوده اللي هو جينا هنا بقى في نقطة دي في منتهى الأنانية برضو شازة منتهى التوكسك اللي هو ومش من حقك تسابني ومن حقك تعمل اللي انا عايزه لانك ارتضق فالله هو بنخش في شخصية تانية صورة لأمه بتتعاد مع حد تاني فهو حتى يمكن في الرواية كان الهدف من شازة اللي انا كنت عايزة اقوله هل ما نصبر من اجله يستحق الصبر كان هو البطل فيه قدامه وهو في علاقة تكسك فعايز صبر كبير جدا وبيرجع عيلته فعايز صبر كبير فانا قعدت كده اتفرج على الخطين ايو انه فيهم يستحق الصبر هو عيلته هو حاجة شاء مقابة اسمه صلة رحم لكن شخص شريك في حياته ومش عايز تصلح فلا ده كده علاجه اللي هو لو مش هتتصلح فيبقى مصبرش عليك فهو البطل من اخطاء نبقى تحمل اسية يا اخي ده حمال اسية يا اخي فهو كنت فعلا بناقش فكرة الصبر هل احنا اي حاجة نصبر عليها لا هو الصبر يعني فيه حاجة ننفع نصبر عليها وفيه حاجة نقدر نغيرها في ايدينا نصبر حدود يعني الصبر حدود فهو يعني الاب والام تفضل الواحد يصبر عليهم لغاية ما يموت حتى لو كان ابوه امه ناس مؤزية هيفضل يشيلهم امه ابوه اش يتغيره لو شريك حياته فهو لا في النقطة دي هو عامل البيت عش خطر يرتاح فانو كنت بنقش النقطتين دول فكان ده دور شزا يعني الداسم بالنسبان اه 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 ودي الجريمة اللي كانت تخص شزا اللي هي مرات البطل يوسف كتبت كمان حاجات للاطفال انت كتبت حاجات للاطفال وكتبتوا مسرحيات حكي لي شوية عن... حاله лوط بيعرض مسلسل اسمه معاذ والاصدقاء لتعليم أحرف الهجائي كل حرف هدوتة بس ده انا مشارك في كدو بلاج كمان اوكي لكن بالنسبة لكتبة الاطفال فيمكن قعدت فترة طويلة بكتب لعلام شريف مذكور اللي حلقات خطه الاطفال بتاعته الحلقات عرايز السيزماها بعوف اه السيزر 가운데 خارسك كتبت لها حلقات كتير برضو أطفال وأنا كتبت وقدمت برامج أطفال كتير كتابة المسرحيات مختلفة عن كتابة الروايات كلمني شوية عن تجربة الكتابة المسرحية بالنسبة لك برضو لأنها أكيد تجربة مختلفة الكتابة للروايات تعتمد على المشاعر وعلى الأحداث الكتابة للشاشة تعتمد على الصورة لأ دي جانب المسرح هو على الحوار إن أنا بحول القصة لحوار إنه ممكن مثلا منظرين أو ثلاثة أو ممكن دي كور واحد ثابت فالأحداث بتبنى بالحوار نفسه فتلاقي معتمد على الكلام لكن في الرواية ممكن نخش بجوه الشخصيات أكتر ونقعد نتكلم عن مشاعرها المسرحيات كانت مؤثرة كده برضو زي الروايات ولا كان فيها جانب مشرق شوية هو كده كده يعني بعمل حيث مؤثرة وبعد كده ندفص وبعد كده بنضحك في الآخر بس في المسرح في الآخر اللي واحد برضو راح يفرفش أكيد أكيد حمس الكائب عن مصرح مصرح أكيد أكيد طيب عايزة أرجع مرة تانية للرواية جريمة عاطفية وعايزة أعرف مين تاني من الأبطال ما تكلمناش عنه ما تكلمنا عن الجدة تكلمنا عن يوسف تكلمنا عن شازا تكلمنا عن الأم نتكلم شيء عن الأب جدا كلمنا شيء كده عن الأب وعن دور الأب فين بقى في كل اللي كان بيحصل ده دور الأب اللي أنا كنت أقصده جدا إنه هو فكرة إن الإنسان أنت مصير ولا مخير أنت ممكن تكون مصير في قدر الله لكن مخير في بيتك فما ينفعش إنه حد مثلا حد يقوله والله الشخص ده مش كويس فأبني معلوماتي لو المثل يقول ما شاتمك إلا ما بلغك ما بلغك طبعا فهو يعني هو الأسد يعني زوجته على أمه فبالتالي هو يعني كان هو بالنسبة لي أكبر خطأ عمله يمكن لو نتكلم على أهم شخصيات بالنسبة لي أنا هي شخصية طلعة في مشهدين بس بالنسبة لي هي يعني قلت من خلالها اللي أنا عايزة أقوله قوي في الرواية مين هي؟ هي دي اللي شاركت أمه في جريمتها كانت خادمة عند جدته اسمها أم السعد دي ممكن طلعت منها ده أهم نقطة قد أعزة أقولها في الرواية إيه الفرق ما بين الحب في السينما والحب اللي بيطلع بيوت نجحة لو نيجي نبص نتخيل مع بعض فيلم سينما بطل حب بطلة وخلفوا أولادهم كبروا ودخلوا المدارس وعاشوا في تبات ونبات هتقول لي لي فين الفيلم عشان مفهوش صراعة مفهوش أن احنا شفنا بقى بنت الباشا بتحب ابن الجميع محركتش مشاعري يعني ومفيش مصايب يعني نقدر نقول اللي هو الصراع هو المصايب بطل عايز يتجاوز مصايب لكن في البيوت احنا مش محتاجين مصايب محتاجين بيوت طبيعية اللي هو اللي نقدر نقول القصة المملة رومانسي في السينما هي القصة النكحة في البيوت وهي دي الحياة هي الحياة عبارة عن سراعات الحياة فيها الأبيض والأسود الحياة فيها اليوم الحلو واليوم المر يعني هي دي الحياة وهي دي الدنيا السينما مبنية على الصراع ما بين عنصرين ضد بعض لكن البيوت لما بنتيجي ندور على الحد ونشوف حد شبهنا والسينما تكسيت للواقع برضو بس اللي أصده فيه نقطة في الحب بتاع السينما اللي هو نيجي نقول مثلا من بدايتها طيب هو ليه ما دورش على حد شبهه لما أصده أنا حاولت أقول في الواقع دور على حد شبهك ما تاخدش السينما مرجع للعلاقات أيوة عشان إحنا في الآخر بنقول دي سينما دي أفلام دي أفلام ده كلام أفلام ده كلام أفلام بزرط ولو حاجة بتسلينا لكن إحنا فعلا القصة المملة قلتها لحضراتك اتنين شبه بعض حبوا بعض وخلفوا عاشوا في تبات ونبات لو قلت دي قصة بيت فهو بتنجح جدا قصة فيلم وفيلم هو ملي جدا فيمكنك أم السعد بتقول له يا ابني ده السيمة ضحكت علينا يا ابني أنا روحت أحب ابن الباشا لقيت نفسي هتاخد في الرجلي فقصد اللي هو دي الحياة اللي حقيقية حقيقي وهي الصراعات دي اللي بتدي للحياة طعم وهي اللي بتحسسك بالنجاح وبالفشل وهي اللي بتحسسك بالانتصار وبالهزيمة وهي دي اللي بتحسسك بالحلو لو ما شفتش الوحش مش هتقدر الحلو بالضبط صح؟ يعني قصة مؤثرة جدا ورواية مؤثرة دي خامس قصة ليك بالضبط قصصك اللي قبل كده كانت فيها برضو التأثر ده ولا كانت شكلها ايه رواية الاقتماعية اللي كتبت قبل كده ويمكن بدأها يعنيها عرفت الله بحبك دي الرواية الوحيدة اللي مش مستوحة من الواقع رواية خيالية شوائية بعدها بقى لو أحبابت لاجئة كنت وقتها بنائش كان في 2014 ببدأ اللي هو دخول السوريين مصر وإزاي المطاعم السورية انتشرت ايه فجأت من قصة إنسانية انه بطل مصري حب بنت سورية فشاف ايه المختلف بتعمله في بلدها فجأت عملته هنا فبدأت المطاعم السورية والقصة حقيقة ايه طبعا والشاورمة اقتحة مثل اكربات اقتحة مثل الشاورمة حياتنا تيجي مثلا بعدها رواية بطلة كل حكاياتي دي بتكلم عن كواليس مهنة الكل سنتر انه فكرة ان معظم الشباب بيشتغلوا خدمة عمله فبتلاقي عندهم كواليس في حياتهم كبيرة جدا هو بيته فيه مثلا مشاكل بس لازم يضحك قدام العمل طبعا ان يجي بعدها غير قابل للكتمان سر الترند ويمكن دا من الحاجة اللي انا بحباب ببرنامج حضرتك ان الاستضافات دايما لكتاب والناس الناس تستفد منهم او على الاقل مش هتضر دايما اقول سليني بس ما اضرني الحمد لله هنلاقي فيه برامج تانية ودي رسالة القناة الاولى دايما ورسالة التليفزيون المصري طبعا والاعلام المصري بشكل عام انا بقى جبت السر بتاع الترند في الرواية دي او حاولت اوصل تقولهولي بقى بعد الحلقة سر بتاع الترند ده مهم جدا تقولهولي خلينا نتكلم عن الغلاف وجريمة عطفية اخترت له الغلاف ازاي واكيد خد منك وقته برضه لا اكون امين جدا بتشترط على المؤلف انت ليك اللي هو الكتاب ممكن ده ده شغل الناس اللي هي فاهمة قوي في شغلها ايوه لأنا عارف اسوأ الغلاف بشكل عامل ازاي انا فعلا كمؤلف ممكن لأ ما عنديش تصوير لا هو الغلاف معبر جدا الحقيقة ولون الاحمر كمان هو معبر اكتر عن الجريمة لانه وتفاصيل اللي فيه كمان كده كلام مخفي ممكن دي اشكر فيها آية البوهي لان دي المصومات بتاعة الغلاف فاللي هو قطر خيرها انا شخص اللي هو اللي بفهم فيه بفهم فيه اللي مفهمش فيه بستنى شوف غير يعمل ايه فانا بصراحة مكتش متخيل غلافين انا دي تلوم الرواية وقاعد مستنى يا ترى شكله ايه ادي العيش لخبازه برضه طبعا طبعا عملته فلا شكرا آية البوهي جميل جدا خدت منك وقت قد ايه في كتابة دي محمد الكتابة كوقت كتابة ثلاث شهور لكن التجميع والتفكير كانت سنة ونص انا بشكرك وبحييك على اختياراتك للمواضيع الاجتماعية اللي حقيقي بتمسنا وبتأثر فينا وموجودة في بيوت كتير وللأسف انه احنا بنتغافل عنها واحنا بنتجهلها واحنا بنفتكر انها حاجة مش ممكن تحصل معانا بس هو في الحقيقة ممكن اي حد فينا يتعرض لأي مشكلة من المشاكل دي لأي جريمة عاطفية واحنا بنتعرض لجرايم بس كل واحد وجرمته كل واحد وحكايته وكل واحد وخبراته الحياتية وشكل الجريمة اللي اصرت فيه مفيش حد فينا مش متأثر مفيش حد فينا سليم مفيش حد فينا متوجعش مفيش حد فينا محسش بحاجة في وقت من الاوقات او دا تعريف الانسان بالزبط كده بس هي دي اللي خلقتنا وهي دي اللي عملت شخصيتنا وهي دي اللي كونتنا ده مهارات الحياة وهي دي مهارات الحياة بشكرك يا محمد نورتين طبعا بشكر الكاتب محمد المشد صاحب رواية جريمة عاطفية على وجوده معنا النهاردة في حقائنا بشكركم مشاهدينا كان معكم رانيا السيد شكرا